بسم الله الرحمن الرحيم نستهل على بركة الله أشغالنا ونواصل ونقشة ومصادقة على نظام داخلي ورحب السادة وسيدات اللي ربما البارح كانت ردة فعل فيها شيء من التوتر إن شاء الله التوتر هذية نتمكنه في المستقبل كما تتمكننا إلى حد الآن منذ الجلسة الأولى في 22 نوفمبر وصلنا أعمالنا في مناخ من الاحترام المتبادل وأنجزنا أشياء اللي بعد بشي يذكرها التاريخ ما ناشي بشي لكن ساعة ساعة الإنجازات متاعنا ننساوها وقت اللي تقع هكا بعض التجاذبات هي اللي تقعد في الأذهان لكن أحنا كمسؤولين وخاصة ونحن نعمل أمام شعبنا في المباشر يلزم ساعة ساعة نذكره لأن رغم ما يمكن أن يصدر من تصرفات المجلس الوطني التأسيسي يعني قام بأشياء مهمة بالنسبة للبلاد وقعد اليوم بكل عناصره بكل نوابه ونائباته قاعد يخدم في الشعب التونسي لأنه يعد وسيعد النص الدستوري الذي سيؤسس لتونس الجديدة تونس المستقبل حبيت نقول قبل ما ندخل في نقاش الفصول ما تبقى منها بالنسبة للبارح إذا كان شعر أي نائب وأي نائبة من جهتيانا وأني ما أعطيتهش حق نحب نأكد وأن رئاسة هذا المجلس يعني تتفاعل وتتعامل مع كل نائب وكل نائبة بنفس المكان مع الناش انحياز لأي طرف من الأطراف ولأي فرد من الأفراد كل ما في الأمر ربما وأن يحدث كونه واحد يهز يد وبعد ما تخلطلوش الكلمة يشعر كونه من المنسيين نحب نذكر مرة أخرى ربما نتأثر ساعة ساعة بشكون يعاية أكثر وهز يد أكثر ويتحرك أكثر واللي يبدأ هكما نضبط وهادي ربما نغفل عليه نحب نذكر بالقاعدة الفنية عندكم قدامكم فلس وقل إنسان ينزل على الفلس مرة الاسم متاعه ويتسجل قدامنا هون على الشاشة وقل ينزل مرة ثانية اسمه يتفسخ المطلوب في عوض واحد يهز يد ويهبط ولا يعيت ولا يتدخل ولا يطلب الكلمة ينزل على الفلس وتعطى له الكلمة إذا كان فما مجال للنقاش بالترتيب والترتيب بالطبع باش يحدث بعض تجاذبات لأن حتى حد ما يعرف شكول ينزل على الفلس الأولاني قبله لكن هون هذا مايرحمش المشكلة هو كونه بعض إخوان وأخوات ممكن ينزلوا مرتين ثلاثة واربعة مدامه معناتها ينزل مرة أو ثلاثة أو خمسة ممكن اسمه يقعد في المسجل إذا كان ينزل مرة وبعد وثانية الثانية تفسخ الأولى التي سبقتها هذه الحاجة الأولى مسألة تقنية لكن أهم من المسألة التقنية هو أننا معنا مسؤولين على أشغال نوبنا الشعب باش نهتم بمشاغل ومشاكله وانتخبنا كذلك لنضع نصوص أساسية بالنسبة لمستقبل البلاد المطلوب مننا تفادي كل ما يمكن أن يكون عنصر من عناصر التوتر في علاقاتنا بين بعضنا بعض احترام متبادل البارح تنقشنا في فصل اللي هو يهم التنظيم الداخل للجلسات بان بالكاشف وأن وهذاك عليش طال الحديث وانتهى بتوتر والتشنج يعني مبالغ فيه لكن الحديث والتدخلات بينت وأن مزلنا في شعورنا الداخل مناش مستعدين باش نقبلوا أي حد من حدود الحرية متاعنا نحبوا حرية مطلقة وماذا بينا نعملوا ما يظهرنا لكن إلى جانب كونه نجم نجنب كل قوانين زجرية وكل إجراءات يلزم كذلك تكون عنا نوع من الانضباط الذاتي في احترام الآخر في احترام التنظيم في الكلام بعد أن يسمح الكلام من طرف رئاسة الجلسة وخاصة القعدة القعدة الأساسية هو أن كل تدخل من أي نائب من النواب المحترمين هو تدخل مباشر بينه وبين رئاسة الجلسة هذا هذا يكون أي واحد من يدخل باش ينبز أو يعمل إشارات إلى طرف سياسي معين أو إلى زميل من الزملاء سواء كان بجنبه ولا مقابله راه دائما الخطر هو الانزلاق ونلقى ونحن في متاهات بين التجربة وأنها منزلقات النجم ونتفداوها خدمة للقضية المركزية اللي انتخبنا من أجله سمحوني كان من الواجب علي بعد الجلسة متاع البارح باش نقول هالكلام هدايا وإن شاء الله يكون منطلق باش نرجع إلى الفصل تسعة وتسعين نقطة نظام تفضل سيد سيد القساس رحمة الرحيم سيد الرئيس بحقير أول حاجة نحب أن نبلغ سيادتكم وكل وخيال للعضاء أن الزميل خميس كسيل عمل حادث بلغت عبر أحد الصحفيين البرة ومريض وضلع مكسرة وحجزينها في الكلينيك ومعنده باش يدفع ثمن خروج متاعك من هنا تمنى للشفاء العاجل وإحنا فقدناها نسيناها أو تنسيناها لكل حال أنا بلغنا أتوّر رسالة كما هي للوخيان الكل زميلكم خميس سيلا وعام الكسيدون ومضرور ياسر وراجد في الكلينيك وما عنده فلوس باعي نجوزها قال قلتوا نمثل كل شعب التونسي أي نايم تحت هذه القبة يمثل الشعب التونسي خليني نكمل كلامي وبعد نعقبي عليه أنا تمنيت الشفاء إذا كان الوضو صحيح لأك توا كنت نقول وأن كلامك معايا طايم سيطر أي إنساهم اللي يبقى لينك قلب للحقائق في هذه الجلسة الكلام يقولها واحد ويرتد عليه بعض الناس جهابضة في السياسة يحاولوا يقلبوا الوقائع ويقلبوا الكلام ويرتد على اللي قاله وقلب حسنيني هذا بيب بالأمس نسحب بعض الأخوين في من هذه القاعة وقاعة رفع الجلسة وإحنا كنا متفقين باش نواصلوا ناخشوا فصلين وما حدثش أو لامس وقت انسحبت كتلة العرض الشعبية حبيتوا تستمروا من غيرنا لو لا وقوف بعض زمالين لينين هذا هو بيب بالأمس تعرض بالأمس تعرض يا سيد الرئيس الشعب التونسي الذي أمثله أنا والجميع هنا إلى اهيانة مباشرة بأنه قليل التربية أو مش متربي كما كان قبل خمسين سنة أنا أطالب باعتذار رسمي لشعب التونسي الذي أمثله ويمثله كل الحاضرين هنا شفت وقلت لأحنا نمشي سامحني يا سيد الرئيس سامحني يا سيد الرئيس لا هذه ما هيش نقطة نظام سيد جلال بوزيد شكرا سيد الرئيس كلمة شكرا سيد الرئيس كلمة باسم قلت كلمة باسم كتلة تكتل في هذا المجلس سيد الرئيس ما حدث البارحة في هذا المجلس فيه جانب مقبول ومشروع باعتبار أننا في أول تجربة الطياف سياسية مختلفة في أول برلمان الديمقراطي التونسي تفرزه الثورة نحن نتعلم ممارسة هذا التنوع والتواجد اللي يخضع إلى بعض التجاذبات السياسية لكن الوضع الأمني والاجتماعي بالبلاد يحتم علينا الحذر وكل حذر لأننا بقصد أو بغير قصد نبعث في رسالات إلى هذا الشعب وأرجو من الجميع التروي والاتزان والصبر في اتخاذ بعض المواقف لنتعامل بتروي بكل وطنية وبدون حسابات سياسية كل المعاني التي يمكن أن تحميلها بعض الفصول التي سنصوت علىها اليوم الرجاء تحمل مسؤولياتنا في الانسجام الأدنى لنساهم في ضمأنة كل التونسيين وإعادة ثقة لأبناء شعبنا وعدم الانزلاق فيما يمكن جرنا من جديد إلى الاستقطاب الثنائي داخل هذا المجلس وتجمب تصنيف بعضنا بعض بأي شكل من الأشكال وشكرا مرك الله فيك سيد رئيس اللجنة سيد المحرم لا يجوز لغير الأعضاء أبدأ أي استنكار أو تأييد أثناء الجلس العام ولرئيس المجلس أن يأمر بإخراج كل شخص يخلوا بالنظام داخل القاع شكونا السيدة والسيدات الموافقين قد ننتظر الآن خلس دقائق نعم لكن أنا سمحني إذا كان ما أعطيتش لأن المجال ما هوش نقاش لا ومعذرة ومش من نقاش أنا أقول نقطة تنظيمية وهي ستكون تنظيمية أنا أذكر أن نعتمد منهجية من الأول وأرجو أن نواصل فيها أن يمكن المجلس من الاختيار بين كل فصل أصلي وبين المقترح ما تم البارحة معنى عرض علينا للتصويت فقط المقترح الأصل فيه كان مطلب أن نخير بين أن نصوت على النص كما ورد في المشروع أو على المقترح وهذه منهجية اعتمدناها من البداية وأرجو أن نواصل فيها إلى آخر الجلسة والسلام عليكم لا نحب أن نعلق سمحني لأن هذه مسؤولية رئيس الجلسة وأن المقترح اللي تقبل اللجنة لجنة السياغة المقترح اللي تقبله لجنة السياغة يولي هو المقترح باش نبدأه واضحين أنا أعود في لجنة السياغة ولا محبل اسمح لي المقترح اللي تقبله لجنة السياغة بعد النقاش يولي هو المقترح الأصلي لا سمحني يهديك هذه التنظيمة على الجلسة ماهوش ممكن انا في كل مقترح باش نرجع نطلب اللجنة التجتماع من جديد انا اترك المجال لرئيس اللجنة ولمساعديه شنو ما اللي قبلوه شنو اللي ما يقبلوه اذا كان قبلو يولي هذا كان المقترح الاصلي واذا كان ما قبلوش يوليه فما المقترح الاصلي والتنقحات هذا هو الاصل سيد محمد العلوش نقطة نضع نقطة اضاح شكرا سيد عيس في هذا الفصل اذا كان شوفوا الفصل اللي سابقه الفصل الثمانين في الفقه الاخير منه لا يجوز دخول قاعة الجلسات الا لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي ولأعضاء الحكومة ومساعديهم والضيوف كناخد الفصل هذه التسعة وتسعين لا يجوز لغاية الاعضاء فغاية الاعضاء اذا هم حسب الفصل الثمانين هما أعضاء الحكومة ومساعدهم والضيوف اذا بهذا الفصل تسعة وتسعين سوف لن نسمح لعائس الوزراء وحتى لعائس الجمهورية وكل الأعضاء وكل الضيوف الغاية الأعضاء بابداء الكلمة في هذا المجلس وشكرا استنكار وتأييد مش كلمة عادة بالله يقرأوا النصوص سمحني سيد محمد ما من شأنه ابداع اي استنكار او تأييد اثناء الجلسة العامة هي موش كلمة يعني يخرج على الموضوع الابداع هو بالكلمة الابداع لا يكون الا بالكلمة والاستنكار لا يكون الا بالكلمة لا فما فرق ما بين كلمة واستنكار سمحني الاستنكار كيف سيكون والكلمة سيبتك طيب سيد مولدي زيدي بسم الله الرحمن الرحيم في قراءة ضمنية لهذا الفصل نجد أنه يمكن للأعضاء ابداع استنكار واستهجان وما شبه ذلك وأنت سيد الرئيس كنت تقول لا يمكن لأي ناب أن ينبز زميله وما شبه ذلك يعني أطالب إما تنصيص صراحة على عدم إبداء أي استنكار أو إلغاء هذا الفصل هذا خاص بغير الأعضاء سيدة شنية تومية الله الرحمن الرحيم أعتقد أن هذا الفصل على خلاف ما قيل هو خاص بأعضاء المجلس الوطن التأسيسي كما بغير الأعضاء المجلس الوطن التأسيسي على حد سواه لأننا لو أمعنا النظر جيداً في هذا الفصل للاحظنا لا يجوز لغير الأعضاء إبداء أي استنكار أو تأييد معنى ذلك أنه يجوز للأعضاء إبداء أي استنكار أو تأييد أثناء الجلسة العامة ثم أي استنكار أو تأييد لمن؟ لرئيس المجلس التأسيسي لجدول الأعمال أو لأحد النواب إذا كان لنا الحق في إبداء أي استنكار أو تأييد لأحد النواب فمعنى ذلك أنك سيدي رئيس المجلس التأسيسي لن يعود لك الحق في قول لا تتوجه بالخطاب إلى أحد النواب باللي وشكراً هذا تفسير شكراً السيد عبد القادر بن خميس ملاحظة فقط بالنسبة للكلمة يأمرو شخص لو كان عوضوهم في الفصيغة هذه كما يتولى إعلام ولرئيس المجلس أن يطلب من أي عذو يخلوا بالنظام داخل القاعة مغادرتها ولرئيس المجلس أن يطلب من أي عذو خطر كلمة شخص جارحة شوية سيد طاهر هميلة كلمة شخص كلمة شخص غامضة شوية يعني ندرأ الشخص هو الناس الزايدين على النواب أم يشمل النواب كلمة موبهمة شوية ماه سيد المقرر سيد رئيس اللجنة شكون بشي تفضل الفصل 100 إذا حدث تسعة وتسعين السلام عليكم بالنسبة للفصل تسعة وتسعين هو يتحدث على غير الأعضاء وأعطى سلطة تقديرية لرئيس المجلس أن يخرج أي شخص موجود داخل القاعة من غير الأعضاء إذا أخلى بالنظام وهذا رسالة وأنا أقتر يحط تصويته عليه كما هو مع الشكر شكرا شكون اللي معه الفصل تسعة وتسعين بسياغته الأصلية شكون ضد واحد شكون محتفظ شكرا سيد المقرر الفصل والآلا في صفحة طلبوا رفع الجلسة للتشاور لمدة لا تزدوا عن نصف ساعة مرة واحدة في نفس الموضوع طيب طيب شكون شكون لما السيد هشام حسني لكنا معه لم على يتفضل شكرا سيد الرئيس أقترح أن يضاف إلى أن يرفع الجلسة لمدة زمانين وحد يعني لمدة ساعة على الأكثر يرفعها في ساعة ثم مرة الأولى سيد رئيس اللجنة المشروع الأصلي كان فيه وله أن يرفع الجلسة لمدة نصف ساعة ورأت اللجنة وقد أمضينا على هذا على كل حال بما في ذلك لستاذ هشام أن نلغي تحديد الوقت ونترك السلطة التقديرية لرئيس الجلسة وبالتالي لا نرى هذه الإضافة حددنا فيما تعلق بالكتل حتى لا يكون الأمر يعني بدون حدود ولكن تركناه السلطة التقديرية لرئيس المجلس وأقترح التصويت عليه كما هو شكرا طيب شكوني معا فصل مياه شكوني اللي ضد شكوني محتفظ إجمع شكرا الباب الرابع الفصل المية وواحد صدقنا عليها صدقنا الفصل المية واثنين تتولى الهيئة المشتركة بالتنسيق والسياها التنسيق الفوري والمتواصل بين أعمال لجيان القارة التأسيسية أعداد التقرير العام حول مشروع الدستور قبل عرضه على الجلس العام أعداد السيغة النهائية لمشروع الدستور طبقا لقارات الجلس العام شكوني موافق على الفصل سيد إياد دهمان شكرا بسم الله الرحمن الرحيم فيما يخص النقطة هذه التي هي متعلقة بكيفية سياق الدستور وعلى أهميتها فما مقترح لأنه فما غموض في مسألة الفصل المية واثنين في مسألة التنسيق الفوري والمتواصل عمليا ما فماش ميكانيزم نجم آلية يعني واضحة التنسيق الفوري والمتواصل حاجة غامضة جدا وتنجم تعطي إشكالات تقنية وبالتالي فما مقترح إضافة ما يلي للفصل حتى تكون المسألة واضح يتم إعداد مشروع الدستور والمصادق عليه وفقا لجدول زمني تعده ندوة الرؤساء ويصادق عليه المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه وتضع اللجان التأسيسية مسودات لفصول الدستور في المحاور التي تتعهد بها مع شرح للأسباب كما ترفق تقاريرها بجميع المقترحات المعتمدة وغير المعتمدة وتتخذ اللجان التأسيسية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها ثم تنظر الجلسة العامة تباعا في تقارير اللجان ومسوداتها وتصوت عليها بالأغلبية المطلقة لأعضائها ثم يحيل رئيس المجلس قرارات الجلسة العامة على الهيئة المشتركة للتنصيق والسياغة لتتولى وضع سياغة أولية لمشروع الدستور علاش؟ لأنه في السياغة التي تعطيتنا ما نعرفوش شنية المشروع اللي بش نطلقوا منه شنية الفصول كيفاش اللي بش تعتمدها هيئة السياغة وتترك غموض كبير المخترح هذا يعطي أنه اللجان تعد كل واحدة المسودات متاعها وترفع التقارير للجلسة العامة اللي تصادق على المسودات وتحيلها للجنة السياغة اللي هي تعمل المسودة الأولى المشروع الأول للدستور ليحالى فيما بعد في قراءة أولى وقراءة ثانية وشكرا شكرا لسيد إياد دهماني عندي سؤال بسيط ماذا بينا توضحون لأن هدايا مقترح معانتها متكامل شامل مختلف تماما على هذا الفصل مكشع ذو في اللجنة سيد رئيس هدايا المخترح سبق أن تقدمت به في الجلسة العامة وأعطي مكتوبا لرئيس اللجنة ولأسباب نسكن تعرفها الوضع الاجتماعي في ولاية سليانة تغيبت على اجتماع اللجنة لأنه كان الأمر يتفى لم يطرح رئيس اللجنة هذا الموضوع للنقاش سيد رئيس اللجنة هذا شكرا سيد الرئيس المقترحات المكتوبة كلها أعدناها في لجنة وموجودة ولا توجد هذه التفاصيل التي تفضل بترح الأستاذ ياد إلا نعم تزيل موجود أيضا النقطة الثانية الأستاذ ياد حضر معنا اجتماع اللجنة وتغيب في الحصة الأخيرة وتغيب ما أدري ربما عذره معه على كل حال أنا لم يكن لدي علم لماذا وذلك سجلناه في المحذر غاب بدون عذر بالنسبة لل واضح واضح طيب هذا سجل لحظة لحظة أنا لم أقاطع أحدا ولا أقبل أني قاطعني أحدا أو أحد وأظن ما ذكرته حقيقة ليس فيه خطأ ليس في أن معك عذرك هذا معك لكن أنت لما تعتذل النقطة الثانية هذا جوهر الموضوع هذه شكليات كلها فقط لكن جوهر الموضوع في الفصل 64 من هذا القانون الذي صدقنا عليه نصصنا على دور لجان سياغة الدستور وقلنا أن هذه اللجان ستتولى سياغة المحاور المناطة بعهدتها بنفسها وأنه وأنه لا يوجد مشروع أولي هذا رأيي اللجنة لا يوجد مشروع أولي لهذا الدستور هناك مشاريع كثيرة جدا ولجان سياغة الدستور ستقف على نفس المسافة من كل المشاريع وكل لجنة تتولى سياغة المحور المناطي بعهدتها مستفيدة مما يقدم إليها من مشاريع من الشخصيات القانونية من الكتل السياسية النيابية أقصد من الأحزاب من المجتمع المدني من الخبراء من القانون المقارن من الدستير الأخرى من البلدان الشقيقة والصديقة كل هذا متاح أمامها وهي التي تتولى سياغة المسودة الأولى المسودة سفر أو المسودة واحد كما تشاءون هذه اللجان تتولى سياغتها والفصل 64 واضح جدا في هذه النقطة ولا نحتاج إلى تكرار هذا في الفصل 102 تتولى كل لجنة قارة تأسيسية سياغة فصول المحاور المناطة بعهدتها سياغة تتولى سياغة يعني مش تتولى تعديد وهذا فرق هي التي ستنشئ المبادرة للسياغة من اللجنة بعهدتها من مشروع الدستور قبل عرضها على الهيئة مشتركة للتنسيق والسياغة التي يمكنها أن تعيدها إلى اللجنة المعنية لعادة النظر فيها في بعض المسائل قبل أن تناقشها اللجنة في الجلسة العامة وما تفضل به الأستاذيات يدخل في طار الحديث عن اللجان التأسيسية التي انتهينا من هذا العنوان وصدقنا عليه ونحن بصدد ضبط صلاحيات الهيئة العامة أو الهيئة التنسيق والسياغة ولا نرى أي مبرر لتكرار ما اتفقنا عليه سابقا مع الشكر شكرا تصدد للتذكير الفصل 64 وقعت المساطقة عليه بالإجماع ما فيماش التعارض لأنه الفصل الباب الرابع ذي اللي نحكي وليه اسمه النظر في مشروع الدستور مثلا ما هيش فقط في صلاحيات الهيئة المشتركة للسياغة المشكلة وين المشكلة هي أنه اللي جان بشتخرج عدد من المقترحات وتولي الهناء الأولوية للجنة السياغة المشتركة هي بشتختار بين مقترحات اللي جان في حين المقترح واللي هو أكثر ديمقراطية وشفافية هو أن ترفع مقترحات اللي جان إلى الجلسة العامة التي تصادق عليها بتوصيات وتحيلها إلى الهيئة المشتركة للسياغة وهذا يراه معتها العمل صار في عدد من المجال التأسيسية والسياغة هذه اخذناها اعتمادا على القانون المقارن بحيث أنه ما تتعداش من اللي جان إلى هيئة الصياغة بل تمر على الجلسة العامة التي تعطي توصيات اللجنة الصياغة وهذا يظهر فيه تشريك لأكبر عدد ممكن من النواب يعني المسألة هي بش نحصر الموضوع هو أنه هل المشاريع تمر مباشرة من اللي جان إلى لجنة الصياغة أو من اللي جان إلى الجلسة العامة التي تعطي توصيات للجنة المشتركة للصياغة واحنا مع المقترح الثاني سيد الرئيس ما يشوفوش أنه ناخذوه أخترح طرح الزوز المقترحات على التصويت وشكرا على الصبر سيد الرئيس المشروع مكتوب أدي مكتوب نقرأهم بعض ترجمة نانسي قنقر المقترح وسل لسيد رئيس اللجنة لا سمحنا سمحنا سيد الرئيس فيما تعلق بالفصل أيضا 102 نعم فيما تعلق بال 102 أيضا التنسيق الفوري والمتواصل بين أعمال اللجان القارة التأسيسية هذا ترك للتنسيق بين الهيئة المشتركة واللجان سيضبطون طريقة التنسيق الفوري لأنه لا تتحول الجلسة العامة إلى لجنة من اللجان تفصل كيف تعمل هذه اللجنة مع اللجنة الأخرى وإلا إذا كان الأمر هكذا فلماذا قلنا في أحد الفصول يمكن لللجان التأسيسية أن تعقد اجتماعا مشتركا واكتفينا بهذا لماذا لم نقل على أن يفصل المجلس من يأخذ الكلمة الأول ومتى تعقد وفي أي قاعة وكيف يكون وبأي تاريخ نحن ننتخب لجانا ومؤسسات ونترك لها سلطة تقديرية في كيفية إدارة أعمالها ضمن القانون الذي صادقنا عليه والفصل 65 مثال على ذلك وقد صادقنا عليه بالإجماع أظن ويقول يجوز عقد لجان المشتركة بين اللجان القارة التأسيسية بطلب منها أو بطلب من الهيئة المشتركة للتنسيق والسياغة وبعد إعلام رئيس المجلس لغاية التباحث في الجوانب المتداخلة بين المحاورة المعروضة عليها فالمجلس يعطي قوانين تنظم أعمال هيئاته وهيكله وهذه الهيئات والهيكل ضمن تلك القوانين تضبط جداول أعمالها ومواقيد التنسيق بينها إلى غير ذلك فلا نرى ضرورة لدخول الجلس العامة في تفاصيل التفاصيل كيف تنسق الهيئة العامة خاصة وأن هذه الهيئة هذه الهيئة العامة المشتركة تتركب من رئيس المجلس رئيسا والمقرر العام نائب للرئيس مساعدان ومن مساعدين الرئيس ومن رؤساء اللجان التأسيسية ومقررها أعضاب حيث اللجان التأسيسية كلها ومقررها موجودون في هذه الهيئة وهذه المسئوليات بالتمثيل النسبي يعني في الهيئة المشتركة للسياغة والتنسيق هناك كل الكتل موجودة إما عبر المقررين أو رؤساء اللجان أو عبر رئاسة الهيئة أو مقررها فلا نرى أنا أقترح عليكم التصويت على الفصل كما ورد في النص 102 وقد صادقت عليه اللجنة في اجتماعها الأخير بالتوافق الإجماعي وأمضى كل الحاضرين وهم بالأغلبية معناه قرابة للأغلبية الثلثين ولا نرى غير ذلك وشكرا ولكم سديد نظر بطبيعة الحال لا ما كش أنت بش تقولي الجلسة العامة هي سيد قرارة هي بكل شكل من الأشكال صوتنا على الفصل هذا كما هو مقترح أو صوتنا على المقترح التعديلي بش تكون الجلسة العامة هي اللي بش تاخوه القرار السيد مبروك الحريزي شكرا سيد رئيس بنسبة المقترح السيد أو تسائلات الزميل يد دهماني هي في محلها لأنه هذا أهم عمل سنقوم به في هذا المجلس وهو أعداد دستور ويجب أن تكون الفصول متعلقة بعمل المجلس بعمل اللجان واللجنة التنسيق والسياغة واضحة بالقدر الكافية لتنجنبها يعني هذه التجاذبات التي رأيناها خاصة في عمل عملنا حول التنظيم الداخلي أو النظام الداخلي للمجلس ولكن الإشكالية في المراحل التي اقترحها هو أنها يعني تجعل الجلسة العامة تقوم بأعمال اللجان وتجعلنا نعود إلى التجاذبات التي رأينا نتائجها في عمل المجلس ثم بالنسبة للجدول الزمني الذي يقترحه لا يتلأم وما أقررناه سابقا من عدم التنصيس على مدة لعمل المجلس التأسيسي لكن هنا استفسر فقط توضيح في معنى العبارة الويردة في الفصل المطة ثلاثة إعداد الصيغة النهائية لمشروع الدستور طبقا لقرارات الجلسة العامة وكأن هناك إشارة إلى أن الجلسة العامة ستكون لها يعني مداولات حول المشاريع اللي جاء استفسر ما معنى المطة الثالثة من الفصل المطة الثالثة ما هو مدلول سيد رئيس اللجم الفصول المتعلقة بتنظيم أعمال اللي جان التأسيسية والفصول المتعلقة بالهيئة هيئة السياغة والتنسيق ستشتغل اللي جان كما قلت لتستفيد من كل الوثائق وتسوغ المحاور المناطة بعهدتها ثم يتم التنسيق بينها وبين من خلال الهيئة المشتركة للسياغة والتنسيق حتى لا يقع تكرار أو تداخل بين هذه اللي جان في سياغة محاور حتى لا يناقش المجلس نفس المحور في جلسات وفي لجان كثيرة يعني لأن المحاور قريبة من بعضها أحيانا أخذ لكم مثلا المقدمات العامة البستور وقضايا الحريات الأساسية يمكن أن يحدث بينهم تداخل ثم بعد ذلك ستعرض كل أعمال اللي جان على الجلسة العامة الجلسة العامة ستتولى مناقشة كل لجنة وهذا ما ورد في الفصل 64 كل لجنة ستتولى عرض ما قامت ما أنجزته من عمل في المحور المناطي بعهدتها على الجلسة العامة ومناقشتها ثم بعد ذلك تقرر الجلسة العامة ما إذا كان هذا العمل يعني هو يحتاج إلى بعض التحسينات فقدت بالتالي يصبح من مهام الهيئة المشتركة للتنسيق والسياغة أو هو يحتاج إلى إعادة اجتماع اللجنة المعنية لدراسته الهيئة العامة للسياغة في نهاية كل هذا العمل بعد مناقشات الجلسة العامة وبعد مناقشات اللجان سواء كانت على مرحلة أو على أكثر من مرحلة تتولى إعداد السيغة النهائية بناء على كل ذلك لمشروع الدستور وليس للدستور لمشروع هناك مشروع للدستور سيعرض بعد ذلك على الجلسة العامة للمصادقة عليه فصلا فصلا بالأغلبية المطلقة ثم معناها بأغلبية السلثين كصيغته الكاملة ويظل مشروعا يظل هذا الدستور مجرد مشروع حتى تتم المصادقة عليه بأغلبية السلثين من المجلس كاملا في دورة أولى فإن لم يكن ففي دورة ثانية فإن لم يكن فبالاستفتاء الشعبي العام عند ذلك يصبح دستور قبل ذلك دائما يظل مشروعا وهو مشروع اللجان التي تتكون من كل الكتل وليس مشروع كتلة ولا مشروع وجهة نظر هذا الدستور يجب أن يكون معبرا عن التونسين بكل ألوانهم وأنواعهم وشكرا شكرا سيد محمد الحبيب بن مرزوق شكرا سيد الرئيس أريد أن أستوضح حول المقترح الذي استمعنا إليه والذي قدمه الزميل سؤالي هو التالي هل اللجان التي ستعمل ستعرض عملها على الجلسة العامة أم لا طبعا هي ستعرض أعمالها على الجلسة العامة ثانيا هل بعد أن تنهي لجنة الصياغة العامة الأخيرة الصياغة والتنسيق سيعرض عملها على الجلسة العامة أم لا الجواب نعم في الحالتين فما هو الداعي إذن إلى إضافة حالة ثالثة إذا كنا حقا نؤمن بأن هذا الدستور ينبغي أن يعد في سنة واحدة إذا كنا حقا نريد أن نسوغ هذا الدستور ووضعنا تدخلا وسيطا أولا بين اللجان والمرور إلى اللجنة الصياغة ثم بعد المرور إلى اللجنة الصياغة فإن هذه الحلقة الثالثة تصبح وكأنها تشكيك في الجلسة الأولى العامة التي قضت فيما يتعلق باللجان فرادة واحدة واحدة ثم إجاد وصاية بين اللجان التي أعدت المشروعات ووافق عليها المجلس في جلسته العامة وبين اللجنة الصياغة علما وأن اللجنة الصياغة هي بدورها ستعرض عملها على المجلس لكي يناقشها ويبدي رأيه فيها أنا أعتقد أن هذه المحاولة فيها شيء من تضييع الوقت على المجلس وفيها شيء أيضا من نفي حق اللجان في اختراح أمور تحصل على موافقة الجلسة العامة وتمررها إلى لجنة الصياغة أخيرا سؤالي هو التالي وأوجهه لسيد الرئيس بالذات في جميع بلدان العالم سياغة الدستور تقتضي جلسات استماع إلى خبراء خبراء ليس بالضرورة خبراء سابقين خبراء تختارهم الجلسة العامة الجلسة العامة تختار خبراء وتريد أن تستمع إليهم قبل أن تستمع إلى مقترحات اللجان وقبل أن تستمع إلى لجنة التنسيق فهل فكرتم سيد الرئيس في أن تسمح لنا بأن نختار مستشارين خبراء تونسيين وأجانب لكي نسمع ما يسمى بحصص الهيرينج للاستماع للآراء حتى نستضيئ بنورهم وحتى نبني دستور يستجيب لمعايير الدساتير الدولية الديمقراطية وعندنا كثير من المقترحات من أساتذة من ألمانيا من فرنسا من إنجلتيرا من بلاد عربية يريدون أن يأتوا وأن يفيدون بخبراتهم حتى لا نبقى دائما مقصورين على التحذبات وخاصة على المواقف السياسوية التي تريد أن تعطل حتى لا يحذر الدستور بعد سنة فيحمل المسئولية للأحزاب الثلاثة التي أرادت أن تتحمل مسئولية قيادة هذه المرحلة الخطيرة من تاريخنا وأنا شخصيا أعبر عن سعادتي في أن المعارضة قد عبرت عن موقف مسئول عندما قالت إنها مستعدة للعمل مع الحكومة لإخراج البلد من هذه الأزمة وشكرا سيد الرئيس شكرا سيد كمال سعدوي 120 سيد الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم سيد الرئيس إختي النواب أرى أنه لن أكون أقدر على تبليغ الفكرة لحبيت نطرحها أكثر من الدكتور المرزوقي ولا أشك في حسن نوايا صديقي النأب إياد الدهماني لكن أذكر أخونا إياد وأن أنا في ضغطة زمنية وهذه الضغطة الزمنية وقد دافعت مرارا وتكرارا على أن لا تتجاوز أعمال هذا المجلس أو السنة أو السنة ونصف فأني أقول بالأرقام أنه إذا كان عمل كل لجنة وفي كل مرة ترجع إلى الجلسة العامة لمناقشتها ونحن لدينا ستة لجان تأسيسية ولكن نأخذ النقاش هذية مثلا بشيدوم نهارين ولا ثلاثة في كل مرة نولو العمل بشيدكر ستة مرات نأخذ على سبيل المثال نقول عشرة عشرة في ستة بستين يوم العمل هذا كان النجم يصير في عشر أيام فقط هذا فقط معناها حابيت نشير ليه نظرا للزمن وشكرا وحب ذا لو كان عنا متساعة من الوقت بش نعمل بالمقترح اللي اقترح أخونا أياد ولكن نحن في سباق مع الزمن ونترك الفرصة معناها اللجنة السياغة يظهر لي في اختيارنا لها هي بش تقوم دورها وشكرا سيد الرئيس هذا بيما نوقفو للطلبات والتجيل لأن الأمور يظهر لي واضحة لا إذا كان تحبوا تنواصلوا النقاش عندي شي مسجل اللي هز يده ولا ما هزش كيف كيف سيد إياد الدهمان شكرا سيد الرئيس نحب نقول أنه الكلام متع أستاذي أستاذ المرزوقي كلام صحيح ونحب نسجل اللي هو يقول أنه عمال اللجان لابد أن يعرض على الجلسة العامة هذا هو إشقار حاب أقوله أنه النص اللي هو بين أيدينا ما فيهش ما يشير إلى أنه أعمال اللجان تعرض على الجلسة العامة قبل أن تذهب للجنة السياغة لأنه الفصل 64 يقول تتولى كل لجنة قارة تأسيسية سياغة فصول المحاور المناطبة عهداتها من مشروع الدستور قبل عرضها على الهيئة المشتركة للتنصيق والسياغة التي يمكنها أن تعيدها إلى اللجنة المعنية لإعادة النظر في بعض المسائل قبل أن تناقشها اللجنة في الجلسة العامة هذا يترك الباب أمام فكرة أنه اللجان لا تقدم إلى الجلسة العامة بل لجنة السياغة المشتركة هي اللي تطرح في الجلسة العامة ما ترحته هو أنه نفس الكلام اللي قال الأستاذ أبو يعرم هو قال لابد أنه اللي جان تعرض وظهر لي كنا نسمع فيه وأنا معك زادا قال اللي جان تعرض أمالها أمام الجلسة العامة قبل أن تذهب إلى هيئة المشتركة للسياغة الدستور لا 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 يظهر لي أنت مشيت قالوا حدثني حتى ولو بالكذب علينا حد نسمعه سيد نعمان الفهري شكرا سيد رئيس يظهر لي من الواضح كأنه الفلسفة وطرقة العمل اللي متاع سياغة الدستور موضوعها مهمنا ناس كل خطر سياغة الدستور هي المهمة الأساسية متاعنا وهذا ما فيش حتى شك وأنا من اللي كنت في اللجنة ومن الناس اللي صحوا على المقترح هذاك لكن إذا نشوفوا البند 91 في ضوء حاجات جديدة ما فيها بس نزيدوا نأكدوا حاجة مش نحاول نفهم سيد الرئيس عن طريقكم لو خيان إشنية المشكلة المشكلة هي كالآتي في حال المقترح كما هو اللي جان تختم وبالتناسق مع لجنة سياغة الدستور لجنة التنسيق وسياغة الدستور ومن نجم نبدأ نناقش الدستور كان ما تحضر المسودة الأولى للدستور كاملة هذي الفلسفة متاع الوحد وهذي كانتسمى فلسفة تمثيلية معناتها احنا نعطون للجنة يتمثلنا وهما يأخذوا القرارات ويتناقشوا كذا ويوصلوا من نجم نبدأ ونتناقش وكان ما يبدأ عنا مسودة أولى للدستور الأخ إياد اللي على ضوء مناقشات مع دستير أخرى وأخصائيين وكذا المقترح هي فلسفة تشاركية اللي تسمح للجان عن طريق حتى ولو عن طريق لجنة الصياغة في مواضيع هامة قبل ما نكملوا قبل ما نكملوا سياغة الدستور ككل نجي ونتناقش فيها في الجلسة العامة مثلا مثال نعرف اللي فما زوز ولا ثلاثة مقترحات كبار فيما يخص السياسة فيما يخص النظام برلمانيا ونظام رئاسيا ومزدوج إلى غير ذلك النقطة هذه إذا مش نخلي نعمل دستور كامل بجميع فصول مسودة ومن بعد نجي ونبدأ نتناقش في الدستور يظهر لي الطريقة مش تخلي نخدم 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 وبعد نجي ونتناقش ونولي ونرجع من لون المقترح يلزم نتقاه طريقة بيش وقت لي فما مواضيع هام كيف هذي وبموافقة لجنة الصياغة كون الموضوع هذا يترح ويناقش قبل ما تحضر المسودة الأولى كاملا للدستور هل الفرصة هذه منتع النقاش وتقارب الآراء مش موجودة في المشروع هذين وماذا بينا يظهر لي اللجنة مش مش تجي وتقول ايا سيدي لازم نتناقش في الجلسة العامة بطبيعة ما هي مش تجي تناقش في الجلسة العامة إلا بعد النقاش مع جلسة الصياغة ونشوف اللي هذي أمر هام نتناقش فين قارب الأراء بش نجم قدمه خطر عن الاختيارات شكرا سيد رئيس سيد حسن رضواني بسم الله رحمة سيد الرئيس الكلام اللي قال الزميل إياد أنا أشوفه صحيح بالتجربة في أثناء نظر المشروع الموقف لتنظيم الصلاة ثم برش نواب عملوا برش اقتراحات هام ياسر لكن لم تضمن في التقرير وفي المشروع متعل تنظيم الموقف بدعوة كونها مسجلة على المسجلة الموجودة في الواحد بالمناسبة أدعو لجنة صياغة أثناء صياغة الدستور إلى الاستماع إلى التسجيلات أثناء التنظيم الموقف لأن ربما بعض نواب كانوا في اللجنة هذه وربما ما يكونوا في اللجنة المرض يكونوا في لجنة أخرى ثم اقتراحات هامة ومبادئ هامة يزم الدستور الكبير لا يضمنها على سبيل المثال مبدأ حياد لدارة اقترحت وانا وبرش نواب ثم يجب نتعاملوا مع الموضوع هذا بدون حساسية لأن الدستور هذا يدون مئة ثناء على الأقل وما موجهش بعد تآلف بين ثلاث حزاب ولا أربع حزاب دستور متع البلاد اش به إذا كان اثناء اعداد التقرير يكون مرافق بالاقتراحات الكل وتتناقش في الجلسة العامة وانا نشوف في حتى سبب باش نتخلوا على الموضوع علي برك الله فيك شكرا سيد عبد الرزاق تخلوا شكرا سيد رئيس أنا أعتقد أن الفصل 102 يفي بالحاجة وبالغرض في خصوص السيغة التي ورد بها في النص الأصل باعتبار أنه أولا يهتم بمهام لجنة الهيئة المشتركة للتنسيق والسياغة هو يحدد المهام فحسب ولا يحدد كيفية عملها والتفاصيل التي تتركز حول على ماذا تعتمد هذه الهيئة إلى آخره وبالتالي فأنه المهام الأساسية لهذه الهيئة هي أعداد العمال الأولية لمشروع الدستور وهو أعداد التقرير العام وعاداد كل واحد على ظو ما تضمنته أعمال اللجان التأسيسية ومسوداتها وعلى ظوحة الاستأناس بأراء الخبراء إلى آخره فهذه مسألة تفصيلية مفترضة وفرديا نعتقد أنها موجودة ونفترض أن هذا الفصل قد تضمنها ثانيا أنه هذا الفصل كما قلت يفيه بالغرض ويفيه بالحاجة دون اللزوم إلى مزيد التوسع فيه ومزيد التفصيل فيه لأنه يعطي لهذه الهيئة إمكانية النظر في كل السياغات وكل المشاريع المقدمة وأعداد السياغة النهائية تبقى لمدولات الجلسة العامة وتبقى للموافقة النهائية لجلسة العامة لأن الجلسة العامة ستوافق على السياغة من السياغ التي ستتعمدها هذه اللجنة لتصبح سيغة نهائية وبالتالي فأنه كل المشاريع وكل السياغ ستورد على الجلسة العامة وستورد المناقشة وستأخذ وقتها في المناقشة والسيغة نهائية لا تكون حاضرة إلا بعد أن تقدم إلى الجلسة العامة مع الشكر شكرا شكرا سيد مولدي الريح شكرا سيد الرئيس يبدو لي أن الفصل 64 واضح في ترح الموضوع وفي إبراز مهمة الهيئة المشتركة للتنسيق والأسياغ لأنه وقت لأنه وقت لنقول أنه ثم عملية ذهاب وإياب متواصلة كما قال الفصل 102 من تتولى الهيئة المشتركة للتنسيق والسياغة في المطة الأولى التنسيق الفوري والمتواصل بين أعمال اللجان القارة تأسيسية هذا التواصل يخلي الدور متاع الهيئة المشتركة للتنسيق والسياغة مترابط باستمرار مع اللجان القارة التأسيسية مختلف اللجان القارة التأسيسية وما ثم حتى شيء يمنع كما نص عليه الفصل 77 المتعلق بإنعقاد الجلسات العامة بأن مكتب المجلس يحدد المواعيد اللي راها ضرورية في الوقت المناسب بحيث تم ترابط واضح ومنهجي بين الفصول 122 64 77 ويخلي الأليات الكلها منساقة انسياق طبيعي وشكرا شكرا سيد أيمن زوغي شكرا سيد رئيس بدأ أود أن أذكر أن الضغط الزمني ليس عذرا لأي نائب أو أي كتلة في هذا البرلمان حتى نتجاوز أمورا هي من الأهمية بمكان ونحن نعلم عند التصويت على أحد فصول النظام التأسيسي المؤقت لصورة العمومية من صوت لفائدة السنة ومن صوت لذد السنة والذي يدعي أن الضغط الزمني هنا هو الذي يدعون إلى التسريع في عمل الدستور هو من صوت ضد السنة ألاحظ هذا وأمر ثانيا العائق الوحيد لنجم يكون بن عماء فيها بالنسبة إذا كان ننظروا العمل المتاع الهيئة المشتركة للتنسيق والسياغة مثلا لجنة من اللي جان التأسيسية عملت خدمة عمل ولجنة أخرى خدمة عمل الهيئة المشتركة لاحظت أنه فم التضارب بين الخدمة متاع لجنة والخدمة متاع لجنة أخرى ما يحدث الهيئة يتخذ الفصل بيناته كل اللجنة مثلا تتشبث بالرأي متاح الهيئة المشتركة هي اللي مش تفصل بيناته نحن بالنسبة لنا نحب هالفصل هذي اللي تعمل الهيئة المشتركة للتنسيق والسياغة يتفصل تفصل فيه الهيئة المشتركة لكن يعرض عن الجلسة العامة مش حاجة سهلة رو يعني حتى تقرير خاصة في الهيئة اللي جان خليها تخدم على روح وما حاجت نشب عنها بيش تعطينا بالتفصيل لكن الهيئة المشتركة للتنسيق والسياغة خاصة لما تفصل في التضارب بين عمل اللجنتين يلزم هذيك تتعرض على الجلسة العامة وتناقش ثم تعرض على التصويت ويجب نختار التصويت بأغلبية الثلثين العدلي فما تضارب مثلا بينهم في نقطة إذا كان مش تتفصل وهي أمور هامة ياسر ومتاع مستقبل أجيال يلزم هذه تتعرض على الجلسة العامة وتتعرض زادة على التصويت على النقاش وعلى التصويت في الجلسة العامة ولذلك وشات الرأي لكن مانيش مع الأخ إياه أنه كل جنة تعرض العمل المتاح لا الهيئة تنسق بين العمل المتعليجين لكن الهيئة كي تعرض تقرير متاح الهيئة المشتركة للتنسيق والسياغة يلزم تتعرض التقرير متاح مفصل مفصل تفصيلا يعني شاملا وظافيا باش يتناقش في الجلسة العامة ومع بعد يعرض على التصويت خاصة في الأمور الخلافية بين لجنة أو لجنتين أو أكثر وشكرا شكرا سيد عماد الحمامي بسم الله الرحمن الرحيم سيد الرئيس أنا وددت أن الزميل الخلولي اغتنم فرصة تدخله لاعتذار عما صدر منه يوم أمس لم يحصل هذا إن شاء الله يكون في تدخله لاحقا وحول هذا المقترح من الزميل من الزميل إياد الدهماني أنا حسب رأي هذا مربوط أيضا بالغياب متاعه في آخر اجتماع للجنة لأن المقترح متاعه حظي بنقاش كبير داخل اللجنة وحصل تحوير في الفصل 64 لتضمينه هذه الفكرة وأيضا داخل اللجنة قمنا بتحوير آخر على مستوى الفصل 65 وكل المقترح الذي قدمه زميل إياد الدهماني يتضمنه الفصل 64 والفصل 65 ولا داعي لتكرار هذا المعنى في الفصل 102 رغم أني ما عنديش اعتراض أنه نصوت حاليا على مستوى الفصل 102 إذا تمسك الزميل يد دهماني به نصوته بينه وبين النص ولكن أكد أنه نفس ذلك المعنى ونجم الزملاء لحضروا في اللجنة يدخلوا لتأكيد هذا المعنى نفسه موجود في الفصل 64 وفي الفصل 65 ولكن ربما للتقدم بطريقة أنجع في إتمام هذا المشروع اليوم إن شاء الله إذا إذا كان تمسك هو بالمقترح ونقترح نمر مباشرة للتصويت بينه وبين النص المعروض بين أيدي كافة الزمال شكرا سيد صلح شعي شكرا سيد رئيس عندي زوز ملاحظات الملاحظة الأولى أنا أيد الكلمة اللي قالها السيد الرئيس في افتتاح الجلسة هذه لكن أريد أن أشير إلى ليس لأي نأب داخل هذه الجلسة بأن يعلق أو بأن يتهم الزميل بأشياء ما صدتش في الكلمة متاعه وهذا شيء خطير أنا شفت فما 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 فرق بين الرد والتعليق والاتهام ولهذا أنا أطلب باش يكون جو ملأم وهنا نكون اليد في اليد باش نخدم قضايا الشعب باش منعلقوش على تدخلات متعنا وباش من نتهموش السادة النواب بأشياء ما جاتش في الكلمة تمتاح هذه ملاحظة أول ملاحظة ثانية التصويت على الفصول فصلا فصلا شيء طيب لكن فما فصول لها ارتباط متين ببعضها ولهذا ربح للوقت باش نخدوش نرش من فصل إلى الفصل الآخر والفصل الآخر فما ماذا بينا في بعض الحالات ناخذ الفصول اللي هي عندها ارتباط متين ببعضها نقرواها مع بعضها ونصادقها لها جملة وتولي الرؤية واضحة وهذا يشير إلى الفصل مية واثنين ومية وثلاث ومية واربع اللي بكلها عندها علاقة بالتستور وبسياخة الدستور إذا نحيوا احنا الفصول مية واحد وحطها فقهرات تو نشوفوها الكلها تعلنها برشة مشاكل واق كلها الكلها النجم هي في الأصل تكون فصل واحد وأنا اقترح بأن العنوان امتال فصل اثنين يكون تتولى الهيئة المشتركة للتنسيق وسياغة الدستور كذا كذا هو في الأصل إذا نقروها من كل بعضهم يكونوا فصل واحد وماذا بي نقراهم بعضهم ويتم المسادخ عليهم مش بالتفصيل بل جملة وشكرا شكرا سيد عصام شب شكرا أنا معتأيدي المقترحة التي تقدم به أخياتي لاني أعتقدوا أنه يمكننا ويطرح أمامنا وبين أيدينا آلية أكثر ديمقراطية لتأداول في مسودات عمل الليجان قبل عرضها على هيئة الصياغة لأنه أغلب الاعتراضات التي تقدمت على هذا المقترح بدأت اعتراضها على عامل الوقت وأننا مطالبون بالنظر وإتمام الدستور في أقرب وقت أنا أقول لهنا لا أقل على الأقل من المقترح هذا أن ناخذ بفكرة أن ندوة الرؤساء تتولى ضبط جدول زمني لللجان لإتمام أعمالها ويعرض هذا على المسادقة علينا وهكذا نحقق رغبة كل الزملاء التي تحدثوا وهذه القضية رحناها أكثر من مرة عند التداول في تنظيم المؤقت للصلة وعند تصويت لمنح ثيق على الحكومة وهذه مناسبة أخرى حتى نتقيد بجدول زمني لسياغة الدستور ونرفع كل الالتباس حول ربما قبول البعض ورفض البعض الآثر للتقيد بهذا العامل للوقت أنا أقترح على الأقل نقر بأنه إذا كان سمحني للوضوح بالنسبة للجلسة العامة لدينا مقترح فيه العديد من التفاصيل ويفرض كما تحدثوا العديد من الزملاء كونه اللجنة المختصة تخدم العمل المتاحها ثم تمر على الجلسة العامة قبل ما تحال أشغال المتاحها إلى اللجنة التنسيقية وهذا واضح هو أنه يطلب برشا وقت لأن كل اللجنة باش تقوم بالعمل هدايا باش تولي دوب الأمبلو آوت وللجنة الجلسة العامة هي بنفسها تتحول إلى لجنة المقترح متاعك أزاح لهالتفاصيل هذه وركز على الفقرة الأولى من المقترح هل ترى نفهم منه وأنه سحب للمقترح وتعويضه بمقترح جزئي وإلا معنتها نمشيه بالتدرج حبيث نقول أني مأيد المقترح متاع الأخيات ولكن بصورة احتياطية وفي أقل الحالات أننا نقر ما ورد في الفقرة الأولى منه سمحني سيد الرئيس أننا نقر على الأقل أن ندوة الرؤساء قلت إذا ما تم رفض هذا المقترح برماته على الأقل لجنة الصياغة والسيد الرئيس ياخو بعيد الاعتبار كل المدخلين أكدوا على أهمية عامل الوقت على الأقل ناخو من هذا المقترح إذا كان تم رفضه برماته أن ندوة الرؤساء تتولى تحديد جدول زمني بمقتضاه تتولى اللجان إعداد المسجدات تمتاحها وعرضها على هيئة الصياغة وهكي تكون عننا على الأقل خارج الطريق واضحة هذه المرة وبرك الله فيه شكرا سيد الحبيب خذر بسم الله الرحمن الرحيم ابتداءا قد تكون دقة العبارة خانتني ليلة البارحة ربما كان شيء من التشنج الموجود قد أفقدني دقة اختيار العبارات أنا ابن هذا الشعب من رحمه بذلت ما كتب الله لي أن أبذل لا أمتن عليه بذلك وما كنت لأهينه أو أسيئ إليه وإن فهم من عباراتي إساءة فأعتذر لشعبنا المسألة الثانية أعود إلى النص المطروح أولا أقول أن الإغراق في التفاصيل يثقل النصوص ثانيا إذا كان الأمر المطروح متعلقا كما حصر احتياطيا في الاقتراح الأخير في الجدول الزمني فربما يجوز اعتبار الفصل 39 مستوعبا لذلك الذي ينص على أنه تتولى ندوة الرؤساء بالخصوص ما يليه اقتراح برنامج العمل التشريعي والتأسيسي للمجلس خلال مدة عمله فربما هذه المطة تغني عن تلك الإضافة وأعتقد أن النص بصيغته الواردة في النص الأصلي المعروض علينا تستوعب كل المطلوب وإن أمكن عرضها على التصويت إن رأت رئاسة المجلس ذلك مع الإشارة إلى أن بعض المقترحات التي تطرح ربما تحول هيئة التنسيق والصياغة التي أجمع تقريبا المجلس على إسناد رئاستها إلى السيد رئيس المجلس ربما تتحول إلى مجرد هيئة مهمتها أن ترقن الفصول وتصففها إلى جانب بعضها البعض لتعرض على التصويت وأنا أنزه هذه الهيئة ورئيسها عن أن تنحصر مهمتها في ذلك والسلام شكراً سيدة إقبال المصدع مصدع مصدع شكراً سيدة رئيس أنا بش نحاول ناخد بعين الاعتبار مقترحات منتع اللي أشاروا إلى عامل الوقت وفي نفس الوقت إلى ضرورة أن بعض الإشكاليات تطرح على الجلسة العامة ورجوعاً زدى حتى الكلام سيحبي بخذر أن الهيئة مزمج تفرغ من دورها المهم اللي هو رئيسي اللي هو محاولة إيجاد سيغة توافقية وعرض مشروع يمكن مناقشته في الجلسة العامة ولذلك أقترح أن يترك التقدير للهيئة السيغة في بعض الإشكاليات أن تطرح أو لا على الجلسة العامة خلال عمل اللي جان مثلاً كي ناخدوا مثال كما تفضل سي نعمان فهري مبكري وقال مثلاً نظام السياسي اللي بش يعتمد فما فرق بين أنه نصوت على مثلاً سمحوني منضاء معناها أربع سنين ولا خمسة سنوات هذه مجرد تفصيل ممكن أنه يتعرض كنقطة خلافية وتم التصويت عليه في الجلسة العامة حتى بعد ما يحضر مشروع الدستور بينما أنه نحسمه بين أنه نظام برلماني أو رئاسي أو شبه رئاسي هذا ممكن أنه بش يكون علي تداعيات على بقية أعمال اللجنة ولذا نترك التقدير لهيئة الصياغة أنها هي تقول هنا يتقف أعمال اللجنة نرفع الأمر إلى الجلسة العامة حتى يتم حسم هذه النقطة قبل انهاء الأعمال وهكذا ينقع صيغة توافقية بين مقترحه السيئة الدهماني وبين الضغط على عام الوقت وهو مهم وشكراً سيدة سلمة السرسوت عندي ثلاثة نقاط نذكرهم بالنسبة لهذا الاقتراح نقطة الأولى هي أني سأطرح سؤالاً لا يتمثل في ما دور هيئة التحقيق والصياغة وإنما ما دور اللجاني نفسها يعني إذا كان الجلسة العامة ستناقش كل المقترحات وكل المشاريع وكل ما سيقدم إذن كل الأعمال ستنجز هذه الجلسة العامة ويمكن لأي عضو أن يجمع هذه المعلومات وأن يقدمها للجلسة العامة وأن نناقشها معاً وبالتالي الجلسة العامة تناقش كل ما يقدمه ويترح السؤال اللي هنا قداش يلزمنا وقت مش خيار ما بين عام وعامين معناها يمكن حتى نتحدثه حتى على خمس سنوات ونحن نناقش في هذه المشاريع ونحاول أن نبني دستوراً وأن ننصوغ مشروعاً لذلك العملية هي أن المقترح الذي قدمته اللجنة هو مقترح يمكن من الاقتصاد في الجهد والوقت يعني كل البرلمانات تلجأ إلى أعمال اللجان من أجل أن تنظم هذه الاختصاصات من أجل أن تختص كل لجنة في مجال ما ومن أجل أن تقدم اقتراحات معينة ومن أجل أن نتقدم إلى هيئة تسوغ كل ذلك في مسودة وربما حتى مسودتين معناها ليس بالضرورة أن يكون أمامها مسودة واحدة ثم تناقش الجلسة العامة كل ذلك النقطة الثالية التي نقولها تحدث البعض عن فلسفة تشاركية وكأن هذا العمل الذي ننجزه لا نجد فيه مشاركة يعني تلاحظون الآن ونحن نناقش النظام الداخلي يعني هناك مشاركة كبيرة جداً هناك شفافية هناك تدخل لجميع الأعضاء يعني لا أعتقد أننا إذا عملنا بالفصول التي تحدثت عنها اللجنة ستكون أقل مشاركة في ذلك النقطة الثالثة هي أن هناك من تحدث عن ضغط الوقت وهناك من استغل هذه الحجة لكي يقارن لكي يضعنا بين خيارين خيار عمل سريع ونسبي وعمل غير سريع بطيء معناها ومجدي أعتقد أن الخيار خاطئ يعني لأن ما يتقدم هو عمل مسؤول هو خيار مسؤول أو أننا سننجز عملاً غير سريع وبطيء وفوضوي لأن عمل اللجان وهذه التنظيمات التي نجدها في الفصول هي تنظم بينما إذا كنا سنستغني عن ذلك فإننا سندخلوا في إطار ما يسمى بالعمل الفوضوي الذي لا يجدي شيئاً شكراً شكراً معنون تتولى الهيئة المشتركة للتنسيق والسياغة الهيئة المشتركة ليش للتنسيق بين ماذا وماذا بين اللجان يعني الدورة متاعها هو التنسيق الأعمال أو ما يمكن أن يترأ من إخلال أو تضارب بين أعمال اللجان يعني هذا الدورة متاعها هذه اسمها في حين المطلوب وأن كل لجنة من اللجان القارة التأسيسية وأخص بالذكر اللجان القارة التأسيسية التي تعنى بالدستور لأن أحنا كمجلس دورنا الرئيسي هو الدستور بالتالي كل عمل تقوم به لجنة في من اللجان باختلاف المفاصل المتاعه يردلها بالضرورة تعرض على نواب الشعب بايش يبدو إيش عندهم من أراب من مقترحات من تعديلات من سيخ من مقارنات ثم يتم تمريره إلى اللجنة إلى الهيئة المشتركة للتنسيق يعني محطة للإثراء للإضافة مش تعقب مباشرة لأنه اللي نخشاه بعدين إذا كل لجنة يعني تنهي نتيجة أعمالها مباشرة وتنهاها للهيئة المشتركة للتنسيق نيجي بعدين وقت اللي تعرض على المجلس ننقو أنفسنا بدينا من صفر بدينا من فكرة أولية يعني فيها عنا طبيعة جدة بقية الأعظام المجلس اللي ما شاركوش في إعداد ما أنجزتها تلك اللجنة بشكل أو بآخر بش يناقشوها من جديد ولهنا يعني يحصل يعني بحق التجاذبات ونبدأ من جديد ومن يفترض به يقبل ما تعقب نتيجة أعمال أي لجنة إلى اللجنة المشتركة يردالها بالضرورة تعرض على المجلس لإبداء الرأي وعملية للوقت يعني أقولها بكل شفافية الوقت في الدستور بقدر وأنه الوقت مهم نقوله من أجل سياغ الدستور ينظم مستقبلها البلاد وحضرها وأجيالها ويعني ما عندوش أهمية ما نضغطوش عليه باسم الوقت وشك شكرا لا يسمحوا لي مش نعمل التعليق بسيط هذه مسألة الوقت الوقت بالطبع الوقت يضغط ثم فم التزام باحترام السنة المهم هو كونه يبزم كلامنا يكون متناسق مع أفعال اللي يحب الضغط على الوقت يلزمه يوفر الظروف والشروط اللي يتمكنوا باش يضغط على الوقت واللي مسهل ما عندوش حدود معقول كونه يدخل في الشقيقة أو الرقيقة كما يقول معقول ما عندوش ضغط على الوقت كل شيء نرجعوه للجلسة العامة وتولي الجلسة العامة هي بنفسها تخدم الخدمة متاع اللي جان وتولي منظور آخر وشكل آخر وهيك لآخر لأعمالنا هذا الموضوع إذن اليوم طوى في الوقت الحاضر فما جوز مقترحات الاختلاف الأصلي فيها هو أن بالنسبة للجان التأسيسية تخدم الخدمة متاحها فما مقترح وهذا في الهيكلة العامة اللي اخترناها تخدم الخدمة متاحها ثم تقدم العمل المتاحها للهيئة التنسيقية هذا الشكل الأول والهيئة التنسيقية بالطبع تخدم الخدمة متاحها ترجع للجان إذا كان فما أشياء ما هيشي واضحة أو تحتاج إلى أكثر توضيح وأكثر تعمق ثم في نهاية الأمر تطرح المسألة الكل على الجلسة العامة هذا الشكل اللولاني الشكل الثاني هو أن اللي جان المختصة تخدم الخدمة متاحها لكن قبل ما تبعث الأمور متاحها إلى الهيئة التنسيقية تمر على الجلسة العامة علماً وأن عنا ستة لجان تأسيسية معناتها يجب كل حاجة نضربوها في ستة كل حاجة نضربوها في ستة هذا الحاجة الأولى علماً وأن عنا أسبوع في الشهر يجب أن نرجع للجهات علماً وأن عنا قوانين باش تطرح حالينا ولابد باش ننقشها لأنه فيما دور تشريعي ومسؤولية ومهام تشريعية لهذا المجلس يعني ناخله الأمور هذه الكل بعين الاعتبار عندي قدامي أنا هذا التصور متاعي إذا كان فيما خطأ طوى نعطيك سيد عندي واحد ثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر حداش أثناش ثلاثتاش أربعة خمستاش وفما اللي اللي زيدوا توا معنات وينجموا يزيدوا بعد الدريج ولا الدريجين الكلمات الكل قاعدة ماشية فهل اتجاهين يعني فما رأي وفما رأي مخالف مانيش قاعد نسمع في إضافات أو مقترحات أخرى ماذا بي نسأل لخيان والأخوات اللي طلبوا التدخل هل ترى عندهم مقترح يختلف على هذين المقترحين وفي هذه الحالة يأخذوا نعطيهم الكلمة ويتفضلوا وإلا ما عندهمش يقولوا احنا نكتفي ونمر إلى التصويت نقطة نظام لسيد رئيس اللجنة تفضل شكرا سيد الرئيس زملاء زميلاتي المحترمين المشروع المقدم بين أيديكم والذي صادقت عليه اللجنة يتضمن أن ندوة الرؤساء هي التي تحدد الرزنامة الكاملة أو تقترح لا تحدد هي صلاحياتها تنسيقية هي التي تقترح الرزنامة الكاملة لبرنامج العمل التشريعي والتأسيسي وهذا منصوص عليه بالفصل تسعة وثلاثين واحد اثنين فيما تعلق بالمقترحة المقدم إليكم أيضا بالمشروع الذي بين أيديكم الفصل أربع ستين الذي صادقنا عليه ينصص صراحة وليس تلميحا أن كل لجنة كل لجنة من لجان سياغة الدستور ستعرض عملها في المحور المكلة التي كلفت به على الجلسة العامة لمناقشته مباشرة مع اللجنة هذا ينفص أربع ستين ثالثا الهيئة هيئة السياغة والتنسيق بين لجان سياغة الدستور في الفصل مياه واثنين الذي بين أيديكم في المطة الأخيرة اعداد السيغة النهائية لمشروع دائما أقول مشروع الدستور طبقا لقرارات الجلسة العامة أي أن الهيئة هيئة السياغة المشتركة ستسوق بعد أن تكون الجلسة العامة قد قررت في أعمال اللجان الفرعية التأسيسية ثالثا الهيئة العامة للسياغة والتنسيق ستعود إلى الجلسة العامة في الفصل مياه واربعة لتعرض على الجلسة العامة مشروع الدستور الذي أعدته في ضوء قرارات الجلسة العامة الأولى واحد اثنين تقرير العام لهذه اللجنة مفصلا ثلاثة تقارير كل اللجان التأسيسية ستصل إلى الأعضاء أسبوعين على الأقل قبل أن يتداولوا فيها في الجلسة العامة ويحصل تفاعل من جديد حول هذا المشروع المسودة ثم المصادقة عليه فصلا فصلا ثم يعود المصادقة عليه فإذن أنا قلت الموضوع الموضوع الذي طرحته سيد الرئيس والذي بمقتضاه رفضت مقترح الأخيات لأنه مجرد تكرار باختصال شديد هو تكرار لما هو وارد الاختلاف ليس 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 بين أن تعرض اللجان الفرعية اللجان سياغة الدستور عملها على الجلسة العامة أم لا الذي يهمني هو المشروع الذي قدمته اللجنة المشروع الذي قدمته اللجنة ينص على ذلك بالتأكيد صراحة وصوتتم بالإجماع على ذلك يوم أمس بفصل أربع ستين النقطة الثالثة عفوا سيد الرئيس النقطة الثالثة تتعلق ب موضوع الديمقراطية يعني في بعض نقاش لهذه الفصول حول لنكون أكثر ديمقراطية ونسوغ كذا على حد علمي في هذا المجلس لا يوجد ناطقون رسميون باسم الديمقراطية الجميع 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 متساوون هنا والجميع جاءوا بالديمقراطية والشعب هو الذي حدد الديمقراطية ومن يكون ومن لا يكون ولا فائد من المزايد بهذه الكلمات لا أحد ينضق في مجلسكم لم نكلف أحدا أن يكون ولا أحد يدرس على الآخر في موضوع الديمقراطية جاء نعم دوري كرئيس أنت ناقشت فصلا فصلا من اللجنة وقلت لنكون أكثر ديمقراطية هذا الفصل التزم معايير الديمقراطية بمقاييسها التونسية والثورية وبمقاييسها العالمية وإذا واحد عنده اعتراض على جملة أو حرف ليس فيها ديمقراطية في هذا الفصل فليتفضل أما ليقل لنكون أكثر ديمقراطيين هو ليس ليس أكثر ديمقراطية من أعضاء اللجنة ومن رئيس اللجنة وشكرا لا لحد ما يعطي درس في الديمقراطية لأي طرف من الأطراف فماشي مزايدة سيد سمير بن عمر سيد سمير بن عمر آه هو اللي طلبت باسمه هو هذي انتحال صيفة هو مش انتحال صيفة سيد رئيس انتحال مقعد فقط باسم كتلة المؤتمر أنا آه 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 يدور لي مشني تكلم باسم باسم روحك ثم صفيه المسألة وقت الفتور طيب باسم أنا نائب كتلة المؤتمر أمام جنابكم أتحدث باسم السيد رئيس كتلة المؤتمر وقتيا وهذا الرأي بالله يهديكم خلونا فضوح بالله الأخوة والأخوات هذه مسألة خارج المجلس تعطينا رأيك أنا أتحدث أنا أتحدث كنائب وقتي للسيد رئيس كتلة المؤتمر هذا الموقف هو موقف بالله من فضلكم خلونا نسمعوا يكمل الكلام وبعد عملونه عريضة ولا تفقوا معهم بعد في الليلة تحنو أشهد خلونا نسمعوا عطينا فكرة أخواتي طب طيب خاصة وأن ما زلنا ما صدقناش على النظام الداخلي والكتل القاعدين ناخدوها راهي فراظية طيب للمرة الأخيرة هذا الموقف ما مهمش رسمي عطينا صحيح عطينا صحيح الفصل 64 يعني هو يحكي على صلاحيات الكتلة صلاحيات اللجنة اللاشيسية العفو أيوة وقتين وقتين سيحسن الرذواني بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس نحن بسدد مناقش فصل ينتمي للباب الرابع أي نظر في مشروع الدستور يعني نحن ننظر في مشروع دستور للأجيال القادمة بكلها ونتحملوا مسؤولياتنا وبوصفك السيد الرئيس مناظر سياسي معروف وبوصفك رئيس المجلس تتحمل المسؤولية سمحني بالتحمل المسؤولية فيما يخص مشروع الدستور معنا يكون مع بعضنا على خاطر في اللجنة نعاود نكرر في اللجنة متع التنظيم المؤقت للصلة ثم مقترحات مقترحات متع محاول والله انت قاعد تعاود في الكلمة اللي قلت قبلها والله ماكش قاعد تسهللنا في اليوم عاديونا مقترح يختلف على المقترح المقدم من طرف اللجنة والمقترح انت سيد داماني اضافة اذا كان هذا اتفضل خلينا نكملها وثمشكون قاعد دارب عدقائق وما تكلمش خلال لا احنا ماذا بنا اذا كان ما تماش اضافة ان مره من تسهلل خلينا نتكلم سيد رئيس لا ماناش هوني باش نتكلموا فقط احنا هوني باش نقدموا بالنقاش سيد رئيس سيد رئيس باش نقدم النقاش اتلقى مقترحات من عديد النواب ومقترحات انت محاور ديمقراطية ما راحنا بكل صراحة ومعنديش حتى حساسية ومعنديش حتى حسبات ما راحنا الا المحاورة ذي غربي لت من الدستور الصغير ما نعرفوش نحن نتوأ سمح لي بربي خلينا كم اسيدي نحن ممثلين الشعب التونسي نحب ونصنع دستور ارقى ما ثم للبلاد الية وسيكون لشرف ذلك نحب المحاور الديمقراطية الكلة تتحط ونحبوه للاجيال القادمة نحن بشبقه عام ولمش على روحنا ان شاء الله في الخير للاجيال القادمة تتمتع بالديمقراطية وتتمتع بكل بكل ما يخلي الناس تنسى المرحلة الفاشستية القديمة بكل صراحة ما ذرى اللجنة سمح لي اللجنة هذه بتاعتنظيم الوقت ما ذرى لو زادت جملة خنقصوا الهرجة وترفقوا بالتقارير وشين المشكلة تودي والسلام عليكم سيدة علي حويجي نقطة نظام نقطة نظام سيدة ياد دامان سيدة الرئيس التدخل هو المشكلة كان في تأويل الفصل 64 التدخل بتاع السيدة الرئيس الجلسة كان واضحا وعطاها التأويل يمشي في اتجاه المقترحة متاعي انا نطلب فقط التنصيص التنصيص على التأويل اللي أعطاه رئيس الجلسة للفصل 64 في محظر الجلسة ونسحب المقترح متاعي لأن التأويل اللي أعطاه يمشي في تجاه المقترح متاعي وشك هذه قلتها من الأول وذلك التأويل النس واضح تظل نقطة نظام شنو الرقم واحد وثلاثين لا ورائك واحد سيد الرئيس من فضلك نذهب إلى التصويت يعني المفروض حتى ولو لم يسحب الزميل التدخل هناك مقترحان موجودة نساوت على كل واحد على حدة ونمر يعني قضينا وقت طويل في مناقشة هذا الموضوع وشكرا إذا كان وسنا للتوافق علش تتسعب فيها برب إذا كان هو سحب المقترح متاعي ويشنو المشكلة لا 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 سمحني 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 تفضل سيدة عبد الرحيم شكرا شكرا سيد الرئيس حبيت من بكرة نقطة نظام بشي نوفره نقاش هذي الكل على خاطر المقترح سيد إياد يتنافى مع الفصل 64 سنضطر إلى إعادة سياغة والتصويت على الفصل 64 لا لا والذي لك بما أنا سوطنا عليه ما نجموش نعاود وندخل في النيقاشة هذي الكل هو تحدث على حتى يكون متعارض مع الفصل 64 بالحرف كلمة كلمة سيكون متعارض الفصل 64 يقول يعطيه للجنة ويقول لشي يرجع للقاعة العامة شكرا أنا توعد ويشتولي فما شوية لحبتها لأن سيد رئيس اللجنة فسر منذ بضع دقائق وأن الفصل 64 يحتوي على مضمون المقترع حمتع السيد إياد دهماني باعتبار وأن اللجنة عمال اللجنة هي بطبيعتها تقدم إلى الجلسة العامة هذا يعليش في إياد دهماني سحب المقترع حمتعه إذا كان سحب المقترع حمتعه باش نقدم الفصل 102 في صغاته تلك على التصويت مباشرة أشكون الموافقين على الفصل 102 أشكون ضد أشكون ضد أشكون محتفظ سبعة شكرا السيد المقر 103 نقطة نظام بفضل أعطيني الرقم برك سيد جوعة انزل على بسم الله الرحمن الرحيم أنا أريد بكل لطف أن ألفت نظر سيد رئيس المجلس نحن نعيد النقاش تناقشنا في لجنة في مناسبتين وتناقشنا في الجلسة العامة في مناسبتين ونحب أن نلفت نظرك سيد الرئيس أنك في النقطة هذه اللي كنت نقش فيها أعطيت الكلمة لنفس الشخص أربع مرات أربع مرات ولغيره مرتين أنا نحب أن نقول سيد الرئيس كون الشخص شكور سيد إياد الدهماني مع احترام الزميل هو قدم مقترع نعم 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 أنا فقط لفتنا لرهم التالي إذا كان في المستقبل مش تقبل سيد الرئيس في نقاط أخرى تعطي نفس الحق لبقية الزمناء إذا كان توفر نفسها في الظروف هذه السياسة عمل نقبول برك الله وفيك معناها أنا فقط أريد سيادتك بشتذكر في المستقبل أنك في مناقشة فصل مئة وثنين حتى مت هذه المناجية في النقاش وإن شاء الله إما تكون سياسة عمل تسمى الناس كل أو نقولوا لا مش هذي سياسة عمل بالتالي نكون عادلين بين كل الزملاء وشكرا لا بش نكونوا عادلين مع التوضيح وأن إذا كان تعطيت الكلمة لزميل من الزملاء أكثر من اللجوم فلأنه قدم مقترح وله الحق باش يدافع المقترح متاعه ما هيش كلمات يعني عامة سيد المقر شنو السيدشتان لا لا قصينا قصينا نزيع لأنه مع النشي عنا مقترح وقاع صاحبه ورجعنا للنص الأصلي كاوه وفات لي أنا مش أنت واحدك طالب الكلمة فما أربعة عشر جيت نقطة نظام جيت نقطة نظام ثم صاحب المقترح أسحب المقترح متاعه سمحني ما هوش ممكن راوه باش نقعد ندوره في حلقة مفرقة الفصل مية وثاثة يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي تسجيل مشروع الدستور بدفدر الضبط حال سياغته ثم تعميمه مرفقا بالتقرير العام حول الدستور وتقارير الليجان القارة التأسيسية على كافة الأعضاء أسبوعين قبل موعد الجلسة العامة كما يتولى إعلام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة شكونا مع الفصل مية وثلاثة نقطة نظام تفضل نحرم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وهما منتخبان مثلنا مثلهم تماما من قبل الشعب وكان عضويني في المجلس التأسيسي قبل أن يلتحق بمهاميهما التي لا تقل أهمية عن مهام أعضاء المجلس التأسيسي من نسخة من مشروع الدستور أسبوعين قبل انعقاد الجلس العامة لأن صيغة المكتوب في هذا الفصل لا تدل على أنهم يتمتعان بنسخة من مشروع هذا الدستور ونكتفي فقط بإعلاميهما ليس من المعقوب وشكرا السلام عليكم مقترح 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 في السياغة هما مثل بقيت أعضاء المجلس التأسيسي بنسخة من بنسخة المشروع معقول أقل شيء شكرا معقول طيب سيد رئيس اللجنة أو المقر المقترح هذا ذول ما فهمش فيه طبيعيا طبيعيا السياغة أعتقد أنها تتضمن ذلك بأنه كما يتولى إعلام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو الإعلام متضمن إعلام بإعداد مسودة الدستور ومتضمن لنسخة من مسودة الدستور بطبيعة الحال وهذا في إطار التعامل بين مختلف الصلاة الثلاثة يعني ما أعتقد أنه هذا أمر بديهي ومتضمن في هذا النص ولا نحتاج إلى مزيد من التدقيق شكرا نقطة نظام تفضل شنو الرقم 68 عندي مقتراحة تولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي تسجيل مشروع الدستور بدفدر الضبط حال أسياغته ثم تعميمه مرفق بالتقرير العام حول الدستور وبتقارير اللجان القارة التأسيسية على كيفة العضاء على رئيس الجمهورية ورئيس الهكومة أسبوعين قبل موعد الجلسة العامة هذا مقبول شكون مع الفصل 103 شكون ضد شكون محتفظ شكرا بالإجماع فصل 104 في مشروع الدستور في الجلسة العامة بالاستماع إلى التقرير العام حول الدستور بعد تقديم التقرير العام تبدأ المناقشة العامة حول مشروع الدستور فتعطى كلمة للأعضاء ثم يتولى المقرر العام للدستور التعقيب على مداخلات الأعضاء شكرا شكون موافق على الفصل 104 شكون مؤترض شكون محتفظ شكرا صادقا بالإجماع فصل 105 الفصل 105 تجري المصادق على مشروع الدستور وفقا للفصل 3 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المواقع للسلطة العومية شكون مع الفصل 105 شكون معترض شكون محتفظ بالإجماع شكرا نقطة نظام فضل تسيزوير شكرا شكرا سيد رئيس يعني موافق على الفصل لكن نحن من الأول صادقا على النظام المؤقت للسلطة العمومية فصلا فصلا وصوتنا عليه فصلا فصلا بعد قدمنا المقترح قدمنا سيحبيب خذر وصوتنا عليه وما كنتش مقتنع به واللي هو أسقطنا في الحكاية هذية التي نخدم عليها في النظام الداخلي أننا نخلي نرجي نرجي النقاط الخلافية للتصويت عليها في اللخر هذا الذي يجعلنا النظام الداخلي يجي ثلاثة ولا أربع مرات يتبدل بين النسخة الأصلية اللولى والنسخة هذية يتبدل ثلاثة وأربع مرات وضيعنا فيه برشة وقت نتصور أنه الخدمة متاعنا من هنا فصاعدا أنه المصادقة على الفصول التصويت يكون كل فصل نختلفه فيه وبعد نصوته عليه أحسن من أنه نرجي النقاط الخلافية يعني الخدمة لولا متاع النظام المؤقت خير من الخدمة أسرع وخير وأكثر نجاعة من الخدمة الثانية متاع النظام الداخلي اللي هي نرجي النقاط الخلافية ونبعد نزيد نعاود وتزيد نرجع ونعمل نقاط خلافية أخرى ثلاثة وأربعة مرات الخدمة في نفس الحكاية وشكرا شكرا لدي سيد رئيس اللجنة شكرا لا شك أن اتقان رئيس لجنة النظام المؤقت التأسيسي المؤقت الأستاذ الحبيب خبر كان في مستوى تألق كبير واتقان وأنا أحييه في ذلك مثل ما تفضل زميلي قبل قليل ولكن نحن فيما تعلق بالنظام الداخلي كنا كمجلس وليس كلجنة كنا مضطرين أن نصوت على النقاط الخلافية لأن اختيار المجلس ضمن تلك النقاط الخلافية سيترتب عليها تعديل في فصول كثيرة خذ لك مثلا فقط مثال واحد حتى لا أطيل المشروع الأول الأول بالكل كان هناك صلاحيات كثيرة لندوة الرؤساء وكانت لها سلطة تقريرية إذا غيرنا إذا حذفنا هذه الندوة مثل ما كان بعض المقترحات أو إذا غيرنا صلاحيات هذه صفة هذه الهيئة ندوة الرؤساء وأصبحت تنسيقية استشارية سيتغير حوالي خمس عشرين إلى سبع عشرين فصل من القانون كله وبالتالي نحن محتاجين كنا كلجنة لا نستطيع أن نتقدم في سياغة مشروع متكامل دون أن يكون هناك خيار واضح في جملة من النقاط من المجلس ولذلك اخترنا تلك المنهجية التي كانت الحسم في قضايا الخلاف ثم السياغة في ضوء ذلك مع الشكر شكرا سيد رئيس اللجنة إضافة لأن إلى أن الظرف غير الظرف كان هناك شبه فراغ سياسي في ذلك الوقت وكان مطلوب مننا أن حقيقة نسرع بشكل حثيث وأن ننظم جلسات مسائية إلى غير ذلك من الظروف التي لا فائدة في التذكير بهلا الباب الرابع الباب لا سامحوني الباب الخامس لا تسكر الباب الرابع الباب الخامس النظر في مشاريع القوانين العنوان الأول الإداع والسحب الفصل 106 تقدم مشاريع مقترحات القوانين إلى رئيس المجلس من قبل الحكومة أو عشرة أعضاء من المجلس الوطن التسيسي على الأقل ويشترط في مقترحات القوانين والتعديلات ألا يؤدي إقراره إلى تخفيض في الموارد العومية أو إلى إضافة أعباء جديدة شكراً القساس شكراً سيد الرئيس أنا اقترح إضافة كلمة تقدم مشاريع ومقترحات القوانين إلى رئيس المجلس وتعرض على الجلسة العامة بعد رئيس المجلس وتحذف ويشترط في مقترحات القوانين والتعديلات ألا يؤدي قرارها إلى تخفيض في الموارد العمومية أو إضافة أعباء جديدة يعني غدوة مثلاً نجي هنا نقدم مشروع أو الكتلة امتاعي أو أي كتلة في هذا المجلس تقدم مشروع مثلاً إضافة مثلاً نقترحه إضافة جباية على مثلاً الأغنياء أو تخفيض من تنبير متاع الجوازات السفر يعني هل هذا يؤدي إلى تخفيض أو أعباء يعني الاقتراح المشروط يجب أن يلغى من هذا الفصل سيد الرئيس وشكراً يظهر لي المقصود من عرش كان سيد الرئيس اللجنة يحب يدخل للتفسير لكن الواضح هو أنه بعد المسادقة على قانون المالية نجمش إنسان يجي قدم مقترح لغير المعطيات اللي صادقة عليها قبل هذا هو المقصود لا القوانين يشترب كونه ما يكونش عنده العكاس تدخل في جميع المجالات الكل صدقنا عليه احنا صدقنا لتنظيم مشروع تنظيم السلطات العمومية سيد الرئيس ما صدقنا على كل المشاريع اللي تم الدولة ممكن أن يأتي غداً لنا أحد الإخوان بمقترح جديد ونقع في مازق بسبب هذا الشرط واضح سيد الرئيس اللجنة ها وجدك مثل ما تفضل رئيس المجلس الموضوع يتعلق بقانون الميزانية الذي يصادق عليه المجلس الوطني التأسيسي نحن لا نستطيع أن نصادق على ميزانية وتلتزم الحكومة وكل أجهزة الدولة بهذه الميزانية ثم نأتي ونصادق على قوانين تتناقض مع هذه الميزانية يجب أن تكون في إطار هذه الميزانية هذا المقصود بالفصل وواضح في هذه النقطة شكرا طيب شكرا سيد مراد العمدون شكرا سيد الرئيس في الحقيقة كل القانون لهو بين قوسين أثر مادي وبالتالي هذا الشرط يبدو أنه غامض وغير واضح لذلك أقترح حذفه مثلا يمكن أن هناك حدث طرامات متحولات ومتغيرات على المستوى الرؤية العامة الاقتصادية وسياسية للبلاد إقرارنا بإنصاف الشهداء والجرحى ما إلى ذلك كل تقريبا القوانين لها أثر مادي لذلك أعتقد بدمت أن الأمر سينظر فيه في الجلسة العامة أن نحذف هذا الشرط ويرجع بالنظر إلى المناقشة في الجلسة العامة وتصويت شكرا سيد سعد بوعيش شكرا الملاحظة هنا التي سأسوقها هي من ناحية الشكل فقط وليس عندي اعتراض على الأقل شخصيا على الموضوع يقول الفصل في الفقرة الأولى تقدم مشاريع ومقترحات القوانين لرئيس المجلس من قبل الحكومة وعشرة أعضاء من مجلس الوطن التأسيسي ولأن للترتيب الأولوية هنا أهميته شكليا أقترح وأرجو أن أكون على ثواب أن يكون الفصل على الشكل التالي تقدم مشاريع القوانين ومقترحات القوانين لرئيس المجلس من قبل عشرة أعضاء من لجلس الوطن التأسيسي على الأقل أو من قبل الحكومة وشكرا سيدة بيا بنت أحمد جواتي بسم الله الرحمن الرحيم شكرا سيدة الرئيس في الحقيقة عندي ملاحظين أساسيتين الملاحظة الأولى هو أننا اتخذنا هذه الطريقة في تدارس هذا القانون يعني بدراسته وتأجيل التصويت فيه أولا للأسباب التي ذكرها رئيس اللجنة ثم لتلك الأسباب التي رأيناها المتعلقة بقانون المالية يعني كانوا عنا زملاء كانوا غيبين في قانون المالية وليس الأمر عائد إلى اقتراح أحبيب خذر كما قال أحد الزملاء ثانيا وعقب فأقول أن هذه القوانين مشاريع القوانين هي في الأصل تأتي من الحكومة لتسهيل مهامها التنفيذية ثم ربما يقترح بعض القوانين واقترحنا عشرة أعضاء على الأقل يعني السلطة التنفيذية هي التي تقترح قوانين ونحن ننظر في هذه القوانين وشكرا شكرا سيدة سعادة عبد الرحيم شكرا هي ملاحظة شكلية الفصل 106 و107 و108 تعرضوا إلى النظر في المشاريع والمقترحات لكن الباب الخامس النظر في مشاريع القوانين فقط يعني يمكن إضافة كلمة النظر في مشاريع ومقترحات القوانين حتى يكون تنسب مختلف الفصول شكرا سيد رمضان دغمين الله الرحمن الرحيم بالنسبة للفصل 106 يشترط في مقترحات القوانين والتعديلات التي لا يؤدي إقرارها إلى تخفيض في الموارد العمومية أو إلى إضافة أعباء جديدة نحن رأينا في تسرعنا في الموافقة على قانون المالية لسنة 2012 نظرا كما تقولون لضاغطة الزمن ونظرا لما الظروف التي تمر بها البلاد فقد أنضينا عليه ووافقنا عليه ولكن هذا المقترح لا يستجيب لمطلبات الجهات وخاصة وزارة التنمية الجهوية ونحن اليوم نعاني من من اعتصامات ومن مظاهرات ومن فوضى عارمة في الجهات نظرا لما بسبب ما بسبب هذه الموافقة على هذه الميزانية التي لم تنلبنها الجهات شيء ولذا كما تعرضوا بعض الأحيان أن نتعرضوا إلى ظروف طارئة كالفيضانات كالكوارث الطبيعية فهذا يطلبوا كل تدخل فيها يطلبوا يطلبوا إضافة موارد مالية لتغطيط الحاجات الملح لذا فهذا وكل قانون أو مرسوم يطلبوا يتطلب إضافات مالية موارد مالية فلذا أنا أريد حذف هذه ملعباتين التغفيذ أو إضافة أعباء جديدة لأنه كل واضح نعم واضح حاجة لما هيش واضحة هو أن المسادقة على قانون المالية اللي كان بالفعل بشيء من السرعة لكن بعد نقاش مطول داخل اللجنة ونقاش داخل الجلسة العامة هو اللي سهل تواصل إمكانية الاستثمار وعملناه باش الاستثمار في الجهات الداخلية خاصة ما يتعطلش مش العكس باش تبدأ الأمور واضحة بالنسبة للأسباب اللي دفعتنا على السرعة على المسادقة على قانون المالية سيد محمود بارود سيد أنا بدت البقاء سالح شوية يلزمك معنتها رخصة خاصة باش تكلم باسم سي محمود بارود هاي بتفضل هذا من ناحية ثم فما ميزانية تكملية هذا فما في الميزانية التكملية فما مقترحات توا مثلا في مخص الاعتصامات وفي مخص الاحتجاجات وفي مخص لأن فما المقدرة الشرائية متاع المواطنين انهارت ولأن فما برش اشياء غير مدخف التفاصيل فما برش اداءات وبرش فمت اتاوى كما شيقولوا وهذوم الكلهم نجم احنا ننظروا فيها من جديد النجم وفما اشياء نزيدوا فيها وفما اشياء اللي هي نخفروا فيها وبالتالي انا نقترح بان الفقرة الثانية هذه اشترط في مقترحات ان تلغى الفقرة الثانية من هذا الفصل وشكرا سيد طاهر هميلة الجزء الاول الجزء الاول من النص هو مشاريع عامة وقوانين عامة وفي الاصل القانون يسرح ويساعد الحكومة على اداء اعمالها وفي اثناء النقاش لهذه المشاريع المطروحة هو الذي يبين الحاجة اليها وعدم الحاجة اليها ولذا الشرط يصبح عبء على القانون والافضل ان يلغى شكرا سيد سمير طيب شكرا سيد رئيس بربي حول الغاء الفقرة الثانية لو هذا خطأ فادح انتحوا فيه لانه مبدأ من مبادئ المالية العمومية والمحاسبة العامة اننا عندما يتم المصادقة الميزانية ولا قانون المالية فان كل القوانين التي يتم تصويت عليها فيما بعد واللي هي كانت معناها مضمنة في قانون المالية لا تعتبر اعباء جديدة وانما اعباء وقعت تصويت عليها في قانون المالية المقصود بهنا هو الاعباء الجديدة التي لم يقع التنصيص عليها ومصادقة عليها في قانون المالية وفي الميزانية وبالتالي هذا مبدأ عام في المالية العمومية أن نضيف الفصل هذي إذا فما إضافات في الأثناء كما قالوا بعض الأشياء اللي تحدث في الأثناء كفايضانات وغيرها وغيرها ووقتها نصادقه على قانون تكميلي إضافي لقانون مالية وبذلك هذه قاعدة معمول بها في الدنيا الكل أننا الفصل هذي يشترط في المقترحات ما نجموشي النجم نضيفه موارد للدولة لكن ما نجموشي نقلصه من الموارد اللي وقع التنصيص عليه في قانون مالية وبالتالي هذا الشرط ما فيش حتى نقاش ما يزناش نلغيوه وبالعكس كان بشن الغيوه سندخل الفوضى على المالية العمومية وبالعكس فإنه المجلس لم يعاش يكون قادر بأنه يراقب الحكومة وهذا بالعكس شرط لضمان حسن مراقبة الحكومة أنا نحافظ على الفقر هذه وشكرا برك الله فيك تأييد إلى موقف اللجنة أشكون ليعوذ الشيء عبد الرحمن لضغم أخذي المكان متاع ومانده تفضل شكرا سيد الرئيس ملاحظة على الفصل 106 لأنه توا بعد المقترح يخرج من المجلس الوطني التأسيسي بخصوص الاستشارة معناتها المشاريع المشتنبعة في الجهات وتنقلنا الجهات متاعنا وشفنا المشاريع لا علاقة لها لا بالثورة ولا بالاستحقاقات ولا بيشتوقف الاعتصامات من المنتظر أنه ثم مشاريع حسب مخدمنا ونصور في جميع الجهات خدموا على مشاريع جديدة يعني هنا استحقوا توضيح شنو ما قالها المشاريع هذيك طالما أنه القانون هذي هذي مش دخل في الفصل سمحني طالما عنده علاقة بالمالي أنا طلب التوضيح شكرا سيد فتحي الطيف آخر متدخل شكرا سيد الرئيس أنا في بالي مع كل من قال أنت يزم أحذف الفقرة الثانية لأنه في الحقيقة نجم غدوة تقدم عشرة نواب كل ما تقال نعم كل ما تقال الفقرة الثانية نعم والعمال كل تتشاكى من الأداء معناتها اللي قاعدين يدفع فيه باركوانتر معناتها فمنا سخرة ماهيش قاعدة معناتها تدفع في الأداء غدو أش نعمل إذا كان يقرر المجلس أنه نخفضه في الأداءات بالنسبة الموظفي نلقا ورواحنا في إشكال هنا قدام من الفصلة إذن المطالبة بإلغاؤه نتصور حاجة ضرورية مرة أخرى سمحني ما نشبش منيش ضد الفكرة متاعك نحب نذكر بالشيء اللي كان يقول فيه توا دقيقتين التالي سيد سمير طيب لكل مقام المقال عندما نتعرض ونصادق على قانون مالية ماهوش ممكن جمعتين ولا شهر ولا شهرين من بعد نسنوا قانون اللي هو يتناقض مع الشيء اللي صادقنا عليه هذه مسألة منطقية إذا كان بش نعملوا أشياء أخرى يلزم ميزانية أو قانون مالية تكميلي وهذا ما نجمجي إلا من شيرة الحكومة أمور مبدئية هذه أبجدية في العمل النيابي ومش خطر إحنا عندنا سلطة تشريعية نجم نقترحه اللي نحبه فما إطار معين اللي نتحرك فيه وقت للناقش الميزانية وقتها نقوله هذه يلزم نزيدوا الأداءات ولا النقص ولا نضيفه وقتها عندنا المقترحات أما بعد المصادق على قانون المالية معاش ممكن نصادقوا على قوانين ونقدموا مقترحات اللي تدخل للنخبطة في الميزانية متاع الدولة سيد رئيس اللجنة ونايب الرئيس نحن سيدي شوف سيد الرئيس ما ثماش قانون ما عندوش أثر مالي يستحيل هاو طناعتك مثال في المناطق الداخلية اللي نحبه نعمل فيها استثمار منحة التعمل التي تعطيها الدولة للمستثمرين 15% مثلا في سيدي بوزيد كما تونس كالقصرين نحن تون نحبه نشجع المستثمرين في المناطق الداخلية باش نعطوهم 25% أو 30% هذا هاك الفارق في المنحة أثر مالي أفرض جدلا من نجمنا نعملها القانون هذي كان بعد لصدقنا على مشروع الميزانية نبعد حبسين للعام الجاية ثم كثير نحن في مرحلة تأسيسية كثير من القوانين مش موجودة باش نعمل قانون نحل به مشكلة اجتماعية بالتأكيد وبالضرورة باش يكون عنده أثر مالي فمش معقول نقعد حابسين مقفلين الدنيا لكل حتى ندخل في الميزانية جديدة متاع 2013 لذلك يا سيد الرئيس فالاشتراط هذي على معناها تقييد تقييد المشاريع القوانين بعدم وجود أثر مالي ما عندوش لزوم وما يخدمش المرحلة ويلزمنا نتعامل وبمرونة كبيرة مع الموضوع باش نجموا نحلحوا الوضعية ونحلوا المشاكل وشكرا جزيلا شكرا طيب شكرا جزيلا شكرا جزيلا من طرف من طرف اللجنة علما وأن هناك مقترح ينحي الفقرة الثانية إذن التصويت على السيغة الأولى أشكول لمعه الفصل 106 حسب ما ساغته اللجنة شكرا جزيلا 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 ترجمة نانسي قنقر 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 شكراً ترجمة نانسي قنقر شكراً